اشتركوا في القناة القواعدة الأولى في ضوابط التأويل وقواعده هو نواة أصول التشريع المعاصر نفي الترادف يصيب الفقه الإسلامي في مقتل ويجعله ينهار مباشرة نفي الترادف يسقط الحديث النبوي كله كل كتب التفسير كل قواميس اللغة لا تفيد لماذا؟ لأنها مبنية على الترادف ماذا نفي الترادف بهذه القوة والمركزية فلا بد أن نعرفه قبل أن نخوض في إثباته ونفيه الترادف يعني التتابع الرديف هو الراكب خلف الراكب في أول الأمر استعمل العلماء كلمة الترادف في وصف العلاقة بين عدد من الألفاظ التي تطلق على أمر واحد بلا فرق مثلا الحنطة البر القمح هذه الألفاظ الثلاثة تتتابع ويردف بعضها بعضا في الدلالة على الحب المعروف البتار الصارم اليماني ونحوها من الألفاظ الكثيرة التي تطلق على السيف الدكتور ينفي ترادف هذه الألفاظ يستدل على ذلك بوجود فوارق دلالية يختص بها كل لفظ من هذه الألفاظ البتار غير الصارم والصارم غير اليماني اليماني سيف مصنوع في اليمن البتار هو السيف الذي يكثر به بتر الأطراف وهكذا كل لفظ يختص بفارق دقيق ولا يطابق لفظا آخر إذن هذه الألفاظ متغايرة وليست مترادفة هذا كلام جميل يثير إعجاب المتابعين لكن هذا الجميل تجاهل جملة من الحقائق العلمية أولا إثبات الترادف لا ينفي هذه الفوارق الدقيقة كما توهم الدكتور شحرور إثبات هذا الوهم لا يحتاج إلى تفتيش في بطون الكتب من عنوان الكتاب رفع الراغب الأصفهاني هذا الوهم ألف كتابا عنوانه الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة هل لاحظ؟ مترادفة لكن بينها فروق غامضة ثانيا رغم كل هذه المركزية رغم كل هذه المكانة التي يحتلها نفي الترادف لم يحقق الدكتور التعريف الذي استقر عليه هذا المصطلح يا سيدي اضبط لنا تعريف الترادف ثم اسألنا عن نفيه وإثباته سأضبط هذا التعريف قبل أن أطلب رأيكم في إثباته أو نفيه هناك ثلاث مكونات تدخل في صناعة هذا التعريف الألفاظ مفهوم الألفاظ يعني معناها الذهن الذوات التي تطلق عليها هذه الألفاظ مثلا السيف واليماني والبتار والقاطع هذه أربعة ألفاظ كل لفظ منها له مفهوم مختلف معنى مختلف الذوات أو المسميات التي يصح أن نطلق عليها جميع هذه الألفاظ على الشاشة الآن يماني وبتار وصارب هذه الألفاظ أطلقناها على هذه الذوات المتغيرة السيوف يمكن أيضا أن نطلقها على ذات واحدة هذا هو السيف وهو اليماني وهو البتار وصلنا إلى تحقيق مصطلح الترادف استقر هذا المصطلح على تركيب حقيقة الترادف من العلاقة بين العنصر الأول والعنصر الثاني فقط أعني علاقة الألفاظ بالمعاني الترادف هو الاتحاد في مفهوم عدد من الألفاظ أما إطلاق عدد من الألفاظ على ذات واحدة فلا يدخل في حقيقة الترادف بكل وضوح بكل وضوح حقيقة الترادف هو اتحاد الألفاظ في مفهوم واحد أما اتحادها في إطلاقها على مسمى واحد فليس ترادفا هذا هو الذي استقر عليه مصطلح الترادف لكن الدكتور لم يحقق هذا التعريف كما استقر عليه الحال مع أنه موجود واضح في أقرب وأشهر كتب التعريفات والمصطلحات الجرجاني مثلا يقول الترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم ليس من الترادف أن نطلق الصفات المختلفة على شيء واحد كاليماني والبتار وغيرها بكل وضوح يقول الجرجاني هذه الألفاظ ليست مترادفة في مذهب من يثبت الترادف لماذا؟ لأن الترادف هو الاتحاد في مفهوم عدد من الألفاظ المفهوم من لفظ اليماني يختلف عن المفهوم من لفظ البتار أكبر وهم وقع فيه الدكتور أنه أدخل في حقيقة الترادف اختلاف الذوات والمسميات توهم أن نفي الترادف يوجب تعدد الذوات بعدد الألفاظ المستعملة سيزداد هذا الوهم وضوحا إذا دخلنا في صلب القراءة المعاصرة وهو نفي الترادف بين الكتاب والقرآن والذكر والفرقان توهم الدكتور أن كل لفظ منها لا بد أن يكون لذات مغايرة يعني أنه لا بد أن يكون هناك كتاب وذكر وفرقان وكتاب في مقدمة كتابه وضع الدكتور أسئلة البحث التي سينطلق منها في ذكر هذه الألفاظ ذكر هذه الألفاظ ثم سأل هل هذه الألفاظ كلها تشير إلى معنى واحد لأنها مترادفات أم أنها تشير إلى معاني مختلفة أسئلة واضحة تضع أمامنا واحدا من خيارين في الجواب الخيار الأول أنها تشير إلى معنى واحد الخيار الثاني أنها تشير إلى معاني مختلفة العجيب أن الدكتور قفز من هذه الأسئلة إلى إجابة لا علاقة لها بالسؤالين ولا بالخيارين جوابه العجيب أن هذه الألفاظ تشير إلى ذوات مختلفة فالقرآن يطلق على آيات معينة والكتاب المحكم يطلق على آيات أخرى والفرقان يطلق على آيات معينة وهكذا كل اسم من هذه الأسماء يطلق على ذات معينة لاحظ هذه الثغرة القاتلة مرة أخرى السؤال هل تشير إلى ألف معنى واحد باء معاني مختلفة الجواب لا ألف ولا باء تشير إلى ذوات متعددة هذا الجواب الغريب يوجب الرجوع إلى أسئلة البحث يوجب علينا أن نضيف فيها سؤالا يقول وهل تشير إلى ذوات متعددة لكن مع الأسف لقد أخطأ الدكتور في وضع الأسئلة قبل أن يخطئ في جوابها هذه الأسئلة ناقصة وتدل على قصور كبير كنت أتمنى أن أكون مع الدكتور عام 1970 لأضيف في أول طريقه وكتابه سؤالا يختصر عليه الطريق كله سؤال يقول هذه الألفاظ التي نعترف بأن معانيها مختلفة هل يمكن أن تشترك في الدلالة على ذات واحدة هذا هو السؤال بعبارة أخرى ما المانع أن يكون إطلاق القرآن والذكر والكتاب على ذات واحدة من باب إطلاق اليماني والبتار والصارم على مسمى واحد وهو السيف لكن مع الأسف فات الأوان وبنى الدكتور كتابه وقراءته على وهم في نفي الترادف وهو يظن أنه بناه على نفي الترادف أنا أنفي الترادف ولا أثبته لكن هل يمنعني أحد من نفات الترادف أن أقول هذا هو الهدى المبين هذا هو الكتاب الحكيم والقرآن المجيد والنور المبين ما الذي يمنع أن يكون استعمال الذكر والكتاب والقرآن من باب تسمية المسمى الواحد بجملة مختلفة من الأسماء أو الصفات ما الذي يمنع أن يكون من باب القاعدة المشهورة التي تقول إن المسمى الواحد إذا تعددت أسماؤه دل ذلك على شرفه كما قيل في أسماء الله وصفاته كما قيل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ما المانع أن يكون للقرآن الكريم جملة من الأسماء لا تترادف معانيها بل تختلف لكنها بعد ذلك تتحد في إطلاقها على مسمى واحد وذات واحدة من أين أتى الدكتور شحرور بأن تعدد الأسماء يجب تعدد الذوات لم يقل هذا أحد من نفات الترادف ولا من مثبتيه لم يقل أحد منهم إن نفي الترادف يمنع تعدد إطلاق الأسماء على مسمى واحد هذه أسئلة تظهر الخلل والفراغ الذي يهدد طوابق القراءة المعاصرة بالإنهيار هناك جملة كثيرة من الحقائق والاعتراضات تركها الدكتور تنخر في أساسات القراءة المعاصرة أكتفي بعرض عنوينها بعد رحيله ويأسي من رفعها وحلها سوف أضع في صندوق الوصف تفصيلا لهذه الحقائق والاعتراض إثبات الترادف لا ينفي الفوارق الدقيقة في دلالة كل لفظ من هذه الألفاظ المترادفة نفي الترادف لا يمنع إطلاق عدد من الألفاظ على مسمى واحد لم يقم شيء من علوم التفسير والحديث والفقه على نفي الترادف ولا على إثباته علماء التفسير وعلوم القرآن سبقوا إلى التنبيه على نفي الترادف في مصنفاتهم العلماء نفوا الترادف قبل ألف عام لكن لم يبنوا على إثباته شيئا من الأصول أو الأركان ولم يهدموا شيئا منها كما فعل الدكتور شحرور الإسلام دين أعظم من أن يبنى على قاعدة واحدة وهي الترادف الإسلام لا ينهار بنفي الترادف أكثر علماء الأصول ينفون الترادف ولم يخطر ببالهم أي شيء من هذا الانهيار المهدد الوحيد بالانهيار هو القراءة المعاصرة التي صرح مهندسها أنه بناها على نفي الترادف انتظروا فنجان القهوة القادم في الطابق الثاني من طوابق القراءة المعاصرة ترجمة نانسي قنقر